زيارتنا اليوم اللي سماحته كانت لبحث آخر التطورات نحن نزلنا 11 مرة ع مجلس النواب وكان عنا مرشح جدي اسمه زميل ميشيل مهوات 11 مرة كان الطرف الثاني بالآخر بيصوتوا بورقة بيضا وبينسح من الجلسة تما يكون فيه نصاب ياللي صار فيها بالضغط المعارضة كلها ياتوا فرجينا انه هايدي الممارسة هي غير ديمقراطية نحن عم نقال انه بدنا مرشحين بقوله الوزير اسلمان الفرنجي مرشح الطرف الثاني خير وبركة ونحن اتفقنا كمعارضة وقوة غير بالمعارضة والطيال الوطن الحر بالزيد انه نسمي جياد أزور لح نندعي ب14 شهر تننزل ع مجلس النواب ولح ننزل نصوت وياللي بيقدر بالدورة الثانية يجيب 65 صوت كل ياتنا ان كنا معارضة او الطرف الثاني لازم نبارك لهالشخص ونقله مبروك خلينا نحط ايدنا بايدك حتى نبني بلد لانه صندوق النقد الدولي ماح نقدر بالاخر نوصل الاتفاق نحن وياه اذا ما كان عنا رئيجة مورية وما بعدها حكومة ويكون عنا برنامج متكامل خوفنا او توقعاتنا انه لحنشوف نفس السيناريو اللي كنا نشوفه ب11 جلس الماضي كونه الطرف الثاني ما عنده 65 صوت كما يدعي لاح يحطوا ورقة بيضة وتحت اطار انه هذا حق ديمقراطي هذا صفة تعطيل اليوم اتمنى على النواب يلي بعدهم مترددين ما يحطوا ورقة بيضة تغير ما تستعمل من الطرف الثاني ويقول انه هنه عنده اصوات اكتر هذه مسؤولية نحن اليوم مفترق طريق يا لبنان يلي بدنا كلنا نعيش فيه وينكون قاعدين مع بعضنا دم البرنامج اصلاحي نقدر نبني بلد نأمن مستقبل لاولادنا او بدنا نعمل ادارة للازمة اللي اليوم فيها يلي بيعتقد لعنا دواء لعنا شغل لعنا كهرباء لعنا اكل ما عنا شي اذا كانت الفكرة بدنا بلد جديد تاعتها ننزل و14 شهر كله اياتنا المتردد ويلي بده هالبلد ويصوت للمين ما بده نحن ما عم نقول صوته لمرشحي اللي بيصف التوافق عليه صوته لمين ما بدكم بس ما تنسحبه من الجلسة وصوته مرت بالدورة التانية لاي شخص بيجيب الخمس وستين بين هالشخصين وخلينا نبني بلد موضوع التاني اللي حكيناه مع سماحته انه اليوم مؤسساتنا الاسلامية لا شك عم تعاني بمشاكل كتير نحن عم نشغل مع دار الايتام اليوم تنأمن لها الطاقة الشمسية تنوفر عليها عشرات ألوف الدولارات شهريا لإنارة دار الايتام يلي موجودة بجهات المقاصد وكمان عم نفكر جديا وخبرناه لو سمحته لحن نعمل صندوق يلي رح عامله بإدارة مؤسسة مخزومي لمساعدة أهلنا فيما يتعلق بالفاتورة الطبية والفاتورة التعليمية بمؤسسات المقاصد الاسلامية لأنه لا يمكن مؤسساتنا نشوفها عم تمرق بها المرحلة الصعبة وما نوقف كليتنا معنا لأنه هاي المؤسسات أهلنا وجدودنا كليتنا مروا فيها وتمنينا أنه بكل آخر يكون في وعي من الكل ما نبقى نفوت أنه شو بدهم السنة وشو بدهم المسيحية بدنا لبنان إذا كنا اجتمعنا كليتنا مع بعضنا بعتد في عنا أمل أساسي أنه نبني هالبلد ونمشل قدما هاي دا الشي اللي عم يشوفوا بدوراتنا بالخارج إن كان بأوروبا وبأمريكا وآخر زيارة كانت لفرنسا وعندي شعور العالم حاب تساعدنا بس عملونا فرجونا لأنتوا جديين بعملية الطرحات تبعكم وتنمشي باكو نشكر